فالنهار ده تم تعيين اه اسامة اسمه ايه ده هو هيكل اسامة هيكل وزير دولة للشؤون الخارجية اه سوري وزير دولة للإعلام وزير وزير شؤون شؤون إعلام اول مرة اسمع دي في حياتي عشان كده قيل عنه في فيتو انه وزير بلا موظفين او وزارة بلا موظفين اسامة هيكل وزير على نفسه ودمه ايه عنده كمية تقل دم قمأت في كل تقل الدم اللي في العالم يعني بص الراجل ده ده انت ما تطرقش عليه لما في فيرجة ليها بشنب بقى في أيام ما كان طالع بشنب فطلع مكرم محمد احمد هذا الكهل المخرف قال هيكل وزير بلا وزارة ولا بد من تحدي الاختصاصات وده عنده حق فعلا على فكرة هيكل عنده حق يعني ما هو دور اسامة هيكل لما فيه ثلاثة هيقات اعلامية دور اسامة هيكل يعمل ايه وبعدين هو قال بعد كده لا اعلم مصير الهيئات الوطنية التلاتة هل هيجي اسامة هيكل يلغي الثلاثة هيقات اعلامية ولا هيسيبوا الهيئات الاعلامية تعاقب الموظفين والاعلاميين ويخلوا يسمى هيكل يبقى هو السورس او المصدر بتاع التعليمات ما تعرفش ما تعرفش والله والله ما تعرف ثم هي اصلا بتتغير وزارة ايه ليه ايه تأثير وزارة الاعلام عشان هو ما هو زعلان انه انه عبد الناصر كان زعيم بالاعلام هو شايف ان عبد الناصر ده كان زعيم بالاعلام هو عمال يسأل نفسه ازاي الاعلام بتاعي معرفش اللي معنى زي عبد الناصر يخرب بيتك وانت ايه اللي جابك لعبد الناصر لا الظرف بتاع عبد الناصر ولا انت في كارزمة عبد الناصر ولا عملت برامج للفقراء زي عبد الناصر مهما كانت عيوب عبد الناصر بقى لنعرفها وانه كان طاغية وفاسد ده ما كان عنده برامج للفقراء كان عنده كارزمة كان الظرف بتاع الخمسينة والاستينات يسمح بوجود عبد الناصر انت بلح شوف مين بقى اسامع هيكل تفرج 14 معلومة عن هيكل اسامع هيكل اللي هو وزير الدولة للإعلام ايه بقى الـ 14 وزارة معلومة خش يا غمري يا عامري عضو مجلس النواب ورئيس لجنة السخافة والإعلام وتولى منصب نائب رئيس الاتلاف دعم مصر اختياره كأول وزير الإعلام في مصر بعد صورة يناير ساهم أثناء توليه منصب وزير الدولة للإعلام في تهديئة الأوضاع داخل مبنى التحالف زارة والتريفزيون انا اخذت ايه بقى من ده كله ايه بقى دفدني بقى ايه انا كان مواطن بدأ محررا بقسم التحقيقات بصحيفة الوفد ثم محررا عسكري للوفد ايه كده عارف دفعة مين بقى لو دورت عليها تلاقي دفعة الجدع بتاع الأخبار اسمه ياسر رز ما كان فيش إلا كده اسمه هي الهيئات الإعلامية عشان بس اقولك على حاجة دي بات اه فيه نقابة الإعلاميين مسيكة مين نقابة الإعلاميين الجدع اللي سكن في فرن الجهات في عمارة الأواف من ده نجد دقي ده اسمه اين المزيع بتاع الإزاعة القديم ده سكن في عمارة الأواف حمد كنيسي حمد كنيسي ده أصلا مراس الحربي للإزاعة وكان بيقدم برنامج وانا صغير اسمه كلنا جنود شوف بقى بتوزعين ازاي يعني ياسر رزق كان محرع عسكري حمد كنيسي كان محرع عسكري في الإزاعة ودي المعلمة هو محرع عسكري يعني كرف عسكرية عمل هيك الرئيس الوافد وتولى رئاسة قسم السياسي منذ عام سامة وتسعين ورئيس الديسك شغل هيك المنصب نائب مدير التحريب الوافد ونائب رئيس التحريب الوافد وانا زعلام الوافد اللي جايبه الله العظيم تولى رئاسة تحريب الصحفي الوافد وبعدين حصل هيك العادة من الجواز الصحفية في التغطية الخبرية شاركة في التغطية الحادثة همه زي قوات حفظ السلام في الصومال بوسنا والهرسك الأزمة السورية حصل على درجة الزمالة في الاستراتيجية والأمن القومي والله شاركة في كزا في برنامج تدريب الخارجية في البحر المتوسط بقارة حلف شمال أطلسي بيه انجازاته ماشي كمان كان عندنا فيديو لتنطوي بيشخد في اسامة هيكل بعد ما تعين وزير اعلام نشوف الفيديو دا كده اشتركوا في القناة اللي هم وقفينه قدامه ده وهو أصر من أصور الأميرات واحدة من الأميرات محمد علي وراح شخط فيه قال له بقول 100% مش مطامئن هو قال الوضع العسكري هو كان وقف ورها بص وقف ورها وبتقل دمه وده الفيلا الفضيعة حتة أصر فضيعة مهم يعني فهو الستي بتقول له رح قال لها الوضع مطامئن الايام دي كان السيسي بقى بيعد الدبان اللي على وشه الايام دي ماشي مين بقى هو أسامة هيكل وفساد أسامة هيكل عشان بس تعرفهم الصندوق الأسود لأسامة هيكل اتنين ده في البوابة عبد الرحيم علي مش احنا وده لي عبد الرحيم علي تقريبا يعني الصندوق الأسود استثمر 6.5 مليون جنيه في فيلم سينمائي وكان إراده 64 ألف منح إلهام شهين مليون جنيه سلفة ده كان يوم السبت 28 مايو 2016 هات يا بوابة على مسؤولية البوابة احنا مناش دعوة هم اللي كتبوا عنه كده انه دفع في فيلم فاشل آآ ستة مليون ولا خمسة مليون جنيه وإيد ده الهام شهين اهو الصندوق الأسودة اتنين ونصف مليون جنيه مصروفات نقل خلال توليه رئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي آآ شخصيات غريبة والله العظيم شخصيات والله العظيم غريبة جدا جدا ما علينا بس ممكن يكون بالمناسبة البوابة لأن البوابة أنا لا أسق في عبدالرحيم علي ممكن يكون هم عندهم عداء معاه فهو شنوا عليه حملة للأمانة يعني الصحافة في مصر ما تصدقهاش يعني ممكن الصحافة أنا فاكر أني مرة آآ الجدع أبراهيم سعدة اختلف مع عد الإمام شن عليه حملة لمدة سنين كل يوم سبت حملة استخدم فيها كل الوسائل القذرة أبراهيم سعدة ضد عد الإمام عاد تسأل يومها إيه كانت الخناء سببها إيه وكنت تمسك صفحة الأخبار اليوم تلاقي كل سبت شتيمة في عد الإمام على تمجيد فحمة الزكي عشان يغيزوا بيه عد الإمام أي كلام في البدنجان فالصحافة في مصر ما تصدقاش هي كده بصراحة يعني